مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع خلال أيام هذا الأسبوع تكون الأجواء حارة في المناطق الشمالية شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية والوسطى أيضا هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الجنوبية الغربية قد تصل إلى بعض المناطق الغربية وتؤدي إلى سقوط زخات رعدية من المطر مصحوبة بالبرك والبرد والرعد أحيانا قد تصل إلى أجزاء من شرق مكة وإلى منطقة الطائف هذه الأمطار أحيانا تكون غزيرة تؤدي إلى جريان السيول والأودية مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نستعرض وإياكم بدءا من يوم الأحد يوم الأحد أجواء حارة في المناطق الشمالية الشمالية الغربية العظمى 40 والصغرى 23 الشمالية الشرقية 4025 المنطقة الشرقية والوسطى شديدة الحرارة الشرقية 4532 والوسطى 44 إلى 35 المنطقة الغربية 36 المنطقة الجنوبية الغربية وبعض المناطق الغربية 28-19 وأجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعادية من المطر تكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى جريان السيول والأودية وتمتد إلى شرق مكة وقد تصل إلى الطائف أيضا يوم الاثنين يوم الاثنين أجواء تقريبا حارة نسبيا إلى حارة في المناطق الشمالية فالشمالية الغربية العظمى 36 والصغرى 24 الشمالية الشرقية 38-23 المنطقة الشرقية حارة إلى شديدة الحرارة 42-31 والمنطقة الوسطى شديدة الحرارة 44-34 والمنطقة الغربية 36 إلى 38 العظمى والصغرى 31 المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعادية من المطر 27-18 درجة مئوية يوم الثلاثاء الأجواء حارة في المناطق الشمالية العظمى في الشمالية الغربية 39 والصغرى 26 الشمالية الشرقية 38 العظمى والصغرى 27 الأجواء حارة في المنطقة الشرقية 40-31 وفي الوسطى شديدة الحرارة 44 إلى 33 والمنطقة الغربية ما بين 37 إلى 39 العظمى والصغرى 31 طبعا تظهر بعض السحب على ارتفاعات مختلفة في المنطقة الوسطى والغربية أما المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعادية من المطر العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية الأربعاء أيضا أجواء حارة في المناطق الشمالية 39-23 في الشمالية الغربية و45 الصغرى في المنطقة الشمالية الشرقية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية والوسطى في المنطقة الشرقية العظمى المتوقعة 42 والصغرى 32 الوسطى 43-32 والمنطقة الغربية ما بين 39 العظمى المتوقعة و40 وأيضا الصغرى بحدود 31 أما المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر 27 إلى 19 درجة مئوية يوم الخميس إن شاء الله الأجواء تقريبا حارة نسبيا في المناطق الشمالية الغربية وانخفاض على درجات الحرارة العظمى 36 والصغرى 22 الشمالية الشرقية العظمى 38 والصغرى 25 المنطقة الشرقية حارة إلى شديدة الحرارة 43-33 والمنطقة الوسطى أيضا 43 إلى 32 درجة مئوية والمنطقة الغربية تنشط الرياح وبالتالي تثير بعض الغبار والأترب أحيانا واجواء حارة العظمى ما بين 39 إلى 40 والصغرى بحدود 32 درجة مئوية والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات رادية من المطر العظمى المتوقعة 29 والصغرى 19 درجة مئوية يوم الجمعة استمراء الأجواء حارة نسبيا في المناطق الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 26 والصغرى 22 الشمالية الشرقية 38-24 المنطقة الشرقية 42-31 والمنطقة البسطة 43-30 والمنطقة الغربية ما بين 37 إلى 39 العظمى والصغرى 31 والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر 28 إلى 19 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله ورعايته اشتركوا في القناة